ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وذكر بيان لإعلام الجهاز أنه بعملية بطولية تمكن صناديد الجهاز وبعد نصب كمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي في تكريت وأضاف أن الإرهابي كان يعمل في قاطعينين وسبقا والآن يعمل بصفة داقل لعصابات داعش بين العراق وأحدى دول الجوار وقام بتجديد البيعة للتنظيم الإرهابي في سنة 2023